أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع له كل المجد موضوع الحلقة موضوع في غاية الأهمية وراح ألقي الضوء على هذا الموضوع بعنوان طبعاً موضوع لماذا لا نعترف كعرب بخطايا الماضي الغرض من هذا الموضوع هو ليس استفزاز والغرض من الموضوع ليس لوضع أي أمة أو شعب بمستوى أدنى أو أرفع أمة ولكن أنا أتكلم عن مبدأ كتابي واضح فلألا نبتدأ نحلل ونفكر بطرق مختلفة أنا قلبي على شعبي بحب بلادنا العربية ودايماً أنا بصلي من كل قلبي من أجل الحكام من أجل الرؤساء من أجل السياسيين من أجل رجال الدين من أجل شعوبنا كثير من شعوبنا مطحونة كثير من شعوبنا عم بتعاني من الأمرين سواء من ظروف قاهرة صعبة جداً كثير من العائلات بالكاد أن تجد لقمة العيش وعم بتجاهد وبتحارب ليلاً ونهاراً حتى تهتم بالعيلي وظروف المعاشية وعدم التطور وكل هذه الأمور مهمة جداً نفحصها في ضوء كلمة الله ليه؟ أنه إحنا كعرب طبعاً بالمقارن مع شعوب أخرى لا نعترف بأخطاء الماضي أو بخطايا الماضي ولربما إذا اعترفنا يمكن هذا نصف العلاج بخلينا ندرك ونفكر شو هي المشكلة وشو اللي صار وماذا حدث وهذا بساعدنا أنه نجد الحل ونتفادى ونتحاشى أي أخطاء في الحاضر أو في المستقبل اشتركوا في القناة